نصف عام مضى على تحرير عدن ولم تغادر المدينة نفق الجماعات الأسود التطمح إلى حبسها فيه طويلا لا يمكن لمدينة آسرة كعدن أن تبقى آسرة هذه الجماعات التي باتت تهدد السكان كما يتوجب على هذه الحالة المضطربة أن تختفي وتعود الحياة إليها بالشكل الطبيعي والمعتاد ستة أشهر مضت على تخليص المدينة من قبضة الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع لكن يبدو أن هذا التحالف وغيره لا يريدون لماضيهم أن يموت في هذه المدينة حيث شهدت قتالا ضاريا وهو ما ألحق بها الخراب على مختلف المستويات أبرزها ما طال المدينة وتركها عرضة للقلق والتوجس إلى جانب الدمار الذي خلفته الحرب هو الجانب الأمني إذ لا يزال هشا ومتأرجحا بين يوم وآخر أو في الحقيقة تجري محاولات تجعل العاصمة المؤقتة غابتا لا تصدر منها سوى أخبار الدم والقتل والاغتيالات التواهي والمنصورة ودوار كالتيكس وإنماء أكثر الأحياء حضورا هذه الأشهر حيث صارت مسرحا لحوادث الاغتيالات فالعشرات سقطوا بينهم محافظ المحافظة السابق وضباط بارزون وقيادات في السلك العسكري والقضائي ومدنيون هناك إذن من يريد أن تبقى العاصمة المؤقتة حاضرة الجريمة والخراب وفي المقابل تبذل الحكومة والسلطة الشرعية جهودا مضنية لمواجهة الوضع الأمني المضطرب وسد الفراغ الذي يراد له أن يتسع هنا نسخة من خطة موقعة لمواجهة الاختلالات الأمنية في المحافظة يجري استعراضها والاستعداد للعمل عليها من قبل الحكومة وقوات التحالف والأجهزة الأمنية في واحد من اجتماعات ولقاءات وتحركات عدة تشهدها المحافظة إذ لا نعلم فحو الخطة تماما فالإمضاء جاء عليها سر للغاية إلا أن المعلوم والأوضح في عدن عموما هو الجانب الأمني غير المستقر الذي بات يؤرق الناس ويشكل حربا خفية على حياتهم منذ نهاية وليو العام المنصرهم فالمطلوب الآن هو أن تغرب هذه الجريمة عن عدن وتشرق شمس السلام والهدوء منها مجددا اشتركوا في القناة